مجهده غزة اليوم مشاهدينا هو جريمة إنسانية متكاملة وفق نصوص القوانين الدولية قتل جماعي تدمير متعمد وتجويع وقائمة تطول من المآسي نتجت عن عدوان تزيد مدته عن 230 يوما هذا الواقع في غزة مشاهدينا والذي تنقله لنا يوميا عنوين الأخبار وصفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يحدث ما يعادل بشاعته في السودان البلد الذي يشهد حربا مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام ونصف تقريبا حرب المشاهدين خلفت أزمة نزوح غير مسبوقة وبات خطر المجاعة وشيكا في بلد يحتاج نصف سكانه إلى المساعدة اليوم لو فتحت عزيز المشاهد هاتفك وتفحصت أو تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي لا تكاد ترى أحدا يذكر ما يحدث في السودان وهو مشاهدين الأمر الذي أشعر ناشطين عربا بأن العالم يكاد ينسى ما يتعرض له هذا البلد من فقر ومجاعة وتدهور في ظروف المعيشية وأزمة لجوء تتكشف مأسيها في مخيمات اللاجئين في تشاد وجنوب السودان وفي إثيوبيا كذلك لذلك مشاهدين تبع انتشار أو انتشار حملة كل العيون على رفح ظهوره واسمي صلوا من أجل السودان ليأتي ضمن حملة أطلقها مستخدمون منصات التواصل للتضامن مع أهل السودان وتسليط الضوء على مآسيهم وتحت شعار هنا غزة هنا السودان ألم متقارب شارك رواد المنصات مقاطع مصورة لتوعية وتوثيق ما يعيشه المدنيون الأبرياء من انتهاكات لنتابع سويا السودان لا يرتاح في بيته لا يرتاح في أرضه يجي يطردوا منها بالسلاح ويرحلوه قصريا بعد ما إنزح بسبب تجار الأزمات وبسبب العنف الملاحق في أي مكان هو فيه الشعب السوداني ما بيرتاح في نزوحه بعد ما إلجأ للبلدان المجاورة والبلدان الغير مجاورة الشعب السوداني ما بيرتاح لأنه العنف بيلاحقه هناك سواء العنف الجسدي العنف اللفظي السياسي المادي صحي ونصرية والعنف ملاحقة شعوبنا السودانية في كل مكان هي تمشي الرسالة من العالم للشعب السوداني وصلت بعد ذا فضل تصل رسالة الشعب السوداني للعالم كيف تفاعلت المنصات مع حملة صل من أجل السودان؟ هنا مشاهدنا عبد فايد يتساءل لماذا حين يكتب الشخص تغريدة عن أي شيء تتعدى نصف مليون وحين يكتب عن مجازر السودان يعزف الناس عنها؟ وأضف قائلا لماذا يتفق الكثيرون على نسيان السودان؟ أما الصحفي ماهر تشويش فيعلق بالقول إن التشابه بين إجرام الاحتلال والأنظمة المستبدة يصل حد التطابق تماما فهو شخصيا حين يشاهد ويقرأ ويسمع تفاصيل المجازر في غزة خاصة وفلسطين عامة يشعر أن الاستبداد والاستعمار يقرآن من نفس كتاب الإجرام سلوكا وممارسة حسب تعبير ماهر ويمتقد مصعب في تغريدته مشاهدين تناسي المؤثيرين لقضية السودان ويكتب السودان القضية المنسية أو المتنسى عمدا أغلب المشاهير مشغولون بأمورهم ويضيف قائلا في السودان لدينا مجازر وإبادة جماعية تحدث يوميا تحت تكتمين شديد ونختم مشاهدين مع يوسف دموكي الذي كتب هنا غزة هنا السودان علم متداخل وألوان القهر والدم والأمل رغمهما واحدة وألوان العيون المتعبة والوجوه المعذبة هنا وهناك متوحدة ترقب عدوا ماثلا أمامها يحمل معوله لا ليحرث الأرض وإنما ليدفن زرعها أحياء على حد قول يوسف ترجمة نانسي قنقر